هذه المدونة الصوتية قدمت لكم من معهد نور الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية ساعدنا في نشر الهدي النبوي وإيصاله إلى ملايين الناس حول العالم من خلال دعمك الشهري لهذا المعهد ولو بمبلغ عشر دولارات شهريا اضغط تبرع على موقعنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ينبغي على الإنسان قبل بداية كل عمل وخاصة العبادات التي أمرنا بها أن يحرر الإنسان النية وأن يعمل العمل خالصا لوجه الله عز وجل العوام يخلصون لله تعالى في صلاتهم وزكاتهم وحجهم وعمرتهم وذكرهم ولكن الخواصة من أمثال طلاب العلم من أمثالكم أيها الإخوة والأخوات فيحرر الإنسان نيته في كل خطوة يخطوها في كل حركة من حركاته يقصد وجه الله تبارك وتعالى ومن هذا الإخلاص ومن صدق النيات فإن الله تعالى يكرمنا بأن تكون المباحات مننا عبادات ما أروع هذه الحكمة حيث يعني يمكن أن نضع عنوانا لها اعمل لله لا لعوض أو كن مخلصا في عملك يمكن أن نضع لها عدة عنوان فتقول الحكمة متى طلبت عوضا عن عمل طلبت بوجود الصدق فيه وهذا العواض قد يكون عوضا عظيما عاليا أنت تصلي لأجل أن يدخلك الله الجنة هذا شيء طيب هذا لا مانع منه ولكن الأغلى من ذلك ولكن الأصوب من كل ذلك أن تعبد الله لأنه أهل جل جلاله لأن تطيعه فإذا طالبت ربك بعوض عن عملك وجدت في نفسك استحقاقا للجنة وأين أعمالنا من استحقاق الجنة هذا دخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى بسبب أعمالنا مهما كانت ضعيفة متى طلبت عوضا عن عمل طلبت بوجود الصدق فيه لأن الجزاء على العمل لا يقع إلا على عمل كامل عمل كامل بمعنى بشروطه وأركانه خالص من شوائب الرياء مشحون بالإخلاص لله تبارك وتعالى لذلك يقول أحد العلماء ميراث أعمالك ما يليق بأفعالك أي أنت تجد من نتائج العمل حسب عملك حسب درجة الصدق والإخلاص فيه فاطلب ميراث فضله وكرمه فهو أولى بك ثم يقول لرحمة الله عليه ويكفي المريب وجدان السلامة يكفي أن الله تعالى وفقنا لعبادته يكفي أن الله يشعرنا بأننا نقصر في هذه العبادة فنقول بلسان قلوبنا سبحانك ما شكرناك حق شكرك ما قمنا بواجبنا تجاه عظمتك ما ذكرناك حق ذكرك أما قال تعالى وما قدر الله حق قدره من هنا فنحن يا إخوتي لاحظوا هذه الإشارة أمرنا بالاستغفار بعد الصلاة حتى نعتذر إلى الله عز وجل من تقصيرنا في الصلاة هل حضرنا مع الله تعالى في كل صلاتنا أما جاءتنا خاطرة صرفتنا عن التوجه الكامل للصلاة لذلك الفقهاء عندما يتكلمون بقضية التفات في الصلاة هناك التفات بالصدر إذا انحرف الإنسان عن القبلة فسدت الصلاة لأن شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة قد انتفى لذلك بطلة الصلاة هناك التفات بالعنق والتفات بالرؤوس هذا الالتفات إلى ما كتب على حيطان المساجد وما وجد على السجاجيد هذا مكروه هذا يقل من الصلاة والتفات القلب وهو ينافي الخشوع الكامل لذلك نحن نستغفر الله دبر كل صلاة وقد ورد بأن الذي يستغفر الله ثلاث مرات بعد الصلاة غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر اللهم أكرمنا بصلاة الخاشعين وصلي لهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا على استماعك إلى هذه المدونة الصوتية التي تم تقديمها إليك من معهد نور الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية زورونا على الرابط للوصول إلى علوم شرعية موثوقة تدرس من قبل علماء مؤهلين نحن نقدم عددا من الدورات والمدونات الصوتية والمقالات والفتاوى على نطاق واسع نود منك دعمنا في نشر العلوم الإسلامية المجانية وإيصالها إلى الملايين من الناس حول العالم من خلال التزامك الشهري معنا ابدأ من اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فلا تنسى أن تشيع هذه المدونات لتسهم في نشر الهدي النبوي ترجمة نانسي قنقر